سأعمل على حمايتها عائدة بنت نبيهة خطرت ببالها فكرة لما لا ترحل إلى كوكب آخر انطلقت في رحلة بين الكواكب وصلت إلى كوكب عطارد قال عطارد أن الكوكب الأقرب إلى الشمس في النهار حرارتي مرتفعة وفي الليل تشتد برودتي فلا يمكنك أن تعيشي هنا انطلقت عائدة إلى كوكب الزهرة فبادرها قائلا حرارة جوي أكثر ارتفاعا من حرارة عطارد لأن غيومي تحبس حرارة الشمس فلا يمكنك أن تعيشي هنا عندها غادرت عائدة في اتجاه المريخ ولما وصلت قال أنا الكوكب الأحمر أنا صغير وجاف سطحي صخري وأنا أكثر برودة من الأرض لا أنت صحقي بالعيش هنا لم تستطع عائدة التوغل أكثر في الفضاء فرجعت إلى القمر وقالت أعرف أنك ترافق الأرض وتدور حولها وتنير ليلها ألا أستطيع الانتقال إليك والعيش على سطحك أجاب القمر من الصعب أن تعيشي هنا فلا ماء ولا هواء عندي رجعت عائدة إلى الأرض وقد اقتنعت أنها لا تستطيع العيش إلا على سطحها فيها يتوفر الماء والهواء وفيها الحرارة المناسبة للعيش وقالت سأعمل على حماية الأرض حفاظا على حاضرنا ومستقبلنا الأسئلة أولا فيما فكرت عائدة فكرت في الرحيل إلى كوكب آخر ثانيا ما هي الكواكب التي زارتها عائدة ماذا استنتجت من زيارتها الكواكب التي زارتها عائدة هي كوكب عطارد كوكب الزهرة كوكب المريخ والقمر واستنتجت عائدة أنها لا تستطيع العيش إلا على سطح الأرض فيها يتوفر الماء والهواء وفيها الحرارة المناسبة للعيش ثالثا كيف يمكن أن تحمي عائدة الأرض يمكن أن تحمي عائدة الأرض من خلال المحافظة على نظافة البيئة وعدم إسراف ثرواتها الطبيعية